تعودون ونبدأ بسوء فهم حدث في الأسبوع الماضية كان مصدر الكثير من التلعب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام ليست مشروعا حكوميا بل صدرت من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة بهذه الجملة برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إساءاته للرسول الكريم والإسلام والمسلمين بعد تعالي الأصوات في دول العالم الإسلامي الرافضة والمنددة بها رافضا الإعلان بشكل صريح عن شجبه للرسوم أو الإساءة للإسلام بعد أيام من إعلانه تمسكه بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة مراقبون رأوا أن ماكرون يسعى لمخاطبة الرأي العام العربي والإسلامي وتخفيف مشاعر الغضب من سياسة باريس في الشأن الديني ويواصل محاولاته لتبرير ما جرى بسوء الفهم وتحريف التصريحات لكن ذلك ليس كاف بالنسبة للمسلمين لإرجاع الأمور لما كانت علي وأرجع المراقبون تغيير ماكرون خطابه من تبني الرسوم إلى الرهان على الحوار لعدة أسباب شكل رفض معظم الدول الأوروبية والغربية الوقوف إلى جانب ماكرون في هذه الأزمة وإحجامها عن دعم موقفه المساند للرسوم المسيئة التي كانت السببات جوهرية للأزمة أبرزها كذلك جاء تنديد الدول العربية بالجرائم التي تعرضت لها فرنسا وتنديدها في الوقت نفسه بموقف الرئيس ماكرون لدعمه العلني للرسوم المسيئة للنبي محمد ليزيد موقف ماكرون ضعفا حيث التقت الشعوب والأنظمة في موقف موحد ضد باريس علاوة على ذلك تفاجأت باريس من حجم مشاعر الغضب في العالمين العربي والإسلامي ضد فرنسا ومصالحها التجارية والسياسية في ظل تفاقم الاحتجاجات بشكل كبير منذ أيام واستمرارها حتى اليوم ومع عنادي ماكرون الذي تخطى بحسب الكثير من الصحف العالمية والشخصيات الدولية الخطوط الحمراء يبقى الرهان في رد الاعتبار للإسلام والمسلمين في اجتماعهم على كلمة وقلب واحد الأمر الذي أثبتت نجاعته الوقائع كما التاريخ اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر